نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الإعلان عن جداو الامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي أوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية والتي نفت تلك الأنباء وشددت على أنه فور الانتهاء من وضع جداو الامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي سيتم الإعلان عنها في بيان رسمي صادر عن الوزارة كما سيتم إتاحاتها على الموقع الرسمي للوزارة